أمسك رمزي بزراع نور وقال كفى أيها القائد من الواضح أن هذا الرجل متوتر للغاية ولست أجد داعيا لرفع درجة توطره أزاح نور زراعه بعصبية صائحا دعنا من أرائك الفلسفية هذه يا رمزي إننا نسعى خلف قاتل لم يتورع عن قتل ثلاثة رجال ولولا حصن الحظ لا كان عدد الضحايا أربعا صاح رمزي بعصبية أشد وحتى لو كنا خلف سفاح السفاحين يا القائد فلن أسمح لك بالتعدي على اختصاصاتي إنني المسؤول عن النواحي النفسية في الفريق ردت عبارة رمزي الصاخطة إلى نور صوابه فتنهد بعمق واستعاد هدوء عصابه وهو يقول معذرة يا رمزي أنت على حق ولكن غموض هذا اللغز وغرابته يثيران عصابي بشكل سخيف ترجمة نانسي قنقر